اهلا بكم مشاهدين ومتابعين في حلقة جديدة من برنامج ضد الصمت ضد الصمت برنامج أسبوعي نطلقه بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة ونركزه من خلاله على العدالة الاجتماعية وضرورة مناهضة التمييز ضد المرأة يمكن لكل امرأة وفتاة أن تقع ضحية للتحرش ويمكن أن يحدث التحرش في كل الأماكن العامة على سبيل المثال في المدرسة أو في ميدان العمل أو في مكان المواصلات العامة أو في الشارع ويشمل التحرش على مجموعة من الأشكال منها اللفظي أو الجسدي وقد أصبح تعرض النساء لأشكال التحرش السابقة تعرضا يوميا ومتكررا لدرجة أن الكثير من الناس قد يستهلون به وباتوا ينظرون إليه وكأنه أمرا طبيعي أما الجزء الآخر فقد ينكر أصلا أنه قام بفعل التحرش للتعرف على المزيد حول التحرش والمضايقات في الأماكن العامة اسمحوا لي أن أرحب بضيفاتي الكريمات سيدة عيشة حموضة اتحاد عمال نقبات فلسطين أهلا بك معنا الأستاذ أيضا لونة عريقات مستشارة قانونية أهلا وسهلا بك تحياتي لكم طيب أستاذة لونة بدأ أكمل أو بدأ أبلش معك لليوم لو بدنا تعريف للتحرش في الأماكن العامة إذا بدنا نعطيه تعريف كيف ممكن تعريفه في القانون الفلسطيني هون عندنا المشكلة هون تبلش المشكلة الخاصة فينا بعدم وجود تعريف واضح لمسألة التحرش في الأماكن العامة لا يزال القانون ينظر لجريمة التحرش كأنها ملحقة بجرائم أخرى مثل الفعل الفاضح في الطريق العام أو الاعتداءات بكل هاي الأمور بشكل عام ولا يتحدث بخصوصية التحرش في الأماكن العامة وغير مكيفة قانونا يعني إحنا عندنا عدد من الإشكاليات في التعريفات أهمها تعريف التحرش ومساحة المتحرش طيب يعني ما فيش تعريف خلينا نحكي واضح في القانون الفلسطيني لم يعرف التحرش في الأماكن العامة من الممكن أن يلحق بجرائم أخرى معرفة وواضحة وصريحة في داخل القانون أعتقد هذه مشكلة يعني ما يكونش فيه تعريف واضح وصريح لدينا في القانون الفلسطيني للتحرش بشكل عام أو للتحرش في الأماكن العامة طيب أهلا بك من جديد أستاذ عايشة تشتكي كثير من النساء من التعرض مرات لتعليقات غير مرغوبة فيها بالشارع يعني كلمات معينة تلميحات أحيانا تزمير بالسيارة تصفير ملاحقة يعني كل هذه الأمور من قبل غرباء أحيانا قد تصل إلى اللمس مثلا وممكن تصير هاي الشغلات في الشوارع في المراكز التجارية وسائل النقل هل هذا ممكن أن نصنفه نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي ضد المرأة؟ أكيد إحنا بالحركة النقابية مرجعيتنا في كل عالم العمل هو اتفاقيات نظامة العمل الدولية وكان فيه إنجاز للحركة النقابية على مستوى العالم بال2019 أقرار اتفاقية 190 التي هي اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وهذه الاتفاقية أشارت للعنف هو مش بس حدوث العنف هو أي سلوك يؤدي إلى العنف اللي أنت أشرت إلىه هو سلوك يؤدي للعنف والتحرش ففعليا مثل ما أشارت زميل تيلونة في إشكالية عندنا القانون العمل ما أشار لموضوع العنف ولا التحرش ولا حتى أشار لتجريم التحرش في عالم العمل لأنه بجوز بعض الدول العربية أشارت للتجريم ما حططه بالتعريف لكن أشارت إله للتجريم لحتى يكون فيه جزاءات إله لأنه إحنا مش بس بدنا إياه بالتعريف إحنا بدنا إياه بقلبصل بالقانون وبدنا إياه بالجزاءات حتى نضمن إنه النساء تفسح عن العنف لأنه كمان الإشكالية لما عملنا دراسات ومش بس هي كمان مفهوم العنف والتحرش للنساء غير واضح لما عملنا دراسة لقطاع الزراعة وقطاع الخدمات جزء كبير من النساء يعني اللي بحط إيده على كتفها اللي بيطلب منها طلب ما كانت عارفة أنه هذا تحرش أو عنف يؤدي إلى التحرش لأنه فعليا التمييز يولد العنف والعنف يولد التحرش في عالم العمل أنا بشوف بهاي المرحلة إحنا بحاجة مدام فصدت تعديلات قانون العمل أنه تنترحه فعليا إحنا كحركة نقابية أعدينا ورقة من منظور نقابي تضمنت جميع البنود اللي خاصة في الخمس اتفاقيات اللي خاصة في المرأة لكن بحاجة لحين تعديل قانون العمل إيجاد إجراءات ولوائح نظمة لحماية النساء وكمان ما نناقش الموضوع هو عنف وتحرش فقط لا هو في خسارة اقتصادية في جزء كبير من النساء ما بتدخل قطاعات لأنه ممكن يكون بيئة خصبة للعنف والتحرش فهذا بحد من مشاركة المرأة في سوق العمل ليس فقط إلى علاقة بالعنف تجاه النساء وإنما كمان خسارة مالية لقوة عاملة في قطاعات ممكن تبدع فيها النساء وهذا للأسف ما زال يراوح مكانه في عالم التفاوض في داخل الحكومة وليس أولوية لها هل ستشتعرف يعني واضح للتحرش طيب أستاذة لونة التأثير الاجتماعي للتحرش على المرأة ما هو؟ يعني هو بدأ أحكي بشكل مباشر هو يعتبر كعملية إقصاء للنساء إقصاء من الأماكن العامة عدم وجود مساحات لطيفة للنساء تقدر تمارس حياتها بالشكل اللي مفروض تمارسه فيه وهذا ما بينعكس على كل التفاصيل الحياتية اليومية يعني من الممكن أنه مشاوير كاملة تلغى بسبب مسألة التحرش المخاوف اللي موجودة أوقات معينة من النهار أو أوقات معينة من الليل هي غير مسموح فيها للنساء بالتواجد لأنه فيه أشياء كمان العنصر الاجتماعي كمان بيأثر بتعزيز مسألة التحرش والتي هي كمان بتقسي النساء يعني هناك بتصير فيه صعوبات كبيرة تجاه النساء زيادة عن الصعوبات أصلا الاجتماعية اللي موجودة اللي بتحكي عن الفروقات الاجتماعية في التعامل مع المساحات العامة والنساء فهي مسألة التحرش كمان بتضيق أكثر وأكثر على تفاصيل حياتها اليومية يعني خلينا ناخد على سبيل المثال الأم بدها تاخد طفل على طبيب في وقت متأخر بالليل رح تحسب حساب مئة مرة قبل ما تقوم بهذه الخطوة يعني عشان الناس بدأت تحكي ممكن أتعرض لعنف داخل الشارع أو أسمع كلمة مش لطيفة عدم الشعور بأمان يعني بالضبط تولد عندها شعور بعدم الأمان بالضبط طيب إحنا سألنا الشارع الفلسطيني استطلاع من وجهة نظرك هل تتعرض المرأة للتحرش في الأماكن العامة بفلسطين إذا كانت الإجابة نعم ما هي الأسباب برأيك وكيف للمرأة أن تتصرف في حال تعرضت للتحرش خلينا نشاهد استطلاع الرأي ونعود لمتابعة الحوار إيش طبيعي راح أبهد الشخص اللي يتحرش وأخبر الشرطة في الوسط البلد الموجودين هنا يعني طبعا لأنها أصلا هاي مخالف لعداتنا وتقاليدنا والأعرافنا وإيش غلط في يكون هكذا التصرفات في المجتمع بغض النظر من الشخص وفيه أحنا فيه في قانون العقوبات عن الساري فيه عقوب راد على هاي الألفاظ أو هاي الأفعال وهي جريم آه فيه إلى عقوب قانون طبعا حسب جسامة الفعل وحسب شو طبيعة الفعل التحرش فيه إلى عدة أفعال يعني حسب شو طبيعة الفعل لفظة يعني هاي كل الفعل إلى عقوبة معينة عقوبة محددة في القانون فبس يعني لو يتم تنفيذ هاي العقوبات بشكل فعلي وجد بتوقع هال الظاهرة بتخف ممكن مش كتير عنا في المجتمع هاي بس توقع راح تخف وراح تكون ضئيلة جدا أول شيء هو تصرف مرفوض أثنين ممكن أن أتدخل بدون أي تردد لمنع هذا التصرف لأنه مهين مش من أخلاقنا ولا من دينا لكن في عنا مشكلة هاي متعنيها إنه ما فيش عقوبة رادعة على هاي الناس من كبل الأجهزة اللي هي مسؤولة نها أخر حكي والأمن السلمي اثنين خجل للفتيات إنها تتقدمها بشكوة لأنه تربيتنا بجتمع شركي وبالتالي هاي إنه تروح تحكي تشكي واحد تحرش فيه سين وجيم وكلنا بصيرها دعايات والناس ما بترحم طبعا هو أوسك أصلا من التحرش الجسدي لأنه هذا بعكس سوء الأخلاق والتربية الشخص اللي بتحركش العقوبة الراضعة هي عقوبتين العقوبة الراضعة هي عقوبة القانون المشدد لهذه الناس والعقوبة الثانية هي عقوبة أدبية لبس البنات في الشوارع وعدم التربية هو بثير غرائز هذي الناس وشهوتهم بصراحة هي صارت بصراحة وعملنا اللي قدرنا عليه يعني الشباب اللي يوميتها حكوا مع بنت عصلا مشوفتاش بعرفش بس كبر من الكحلي ومش عارفوا عيش وكذا بس يعني تمشكلت معهم للأماني هذا الحكي من ثلثة أربعة سنين الموضوع طبعا مقرف يعني مش بس مزعج يعني مقرف يعني إشي أحقر لسه أنا طبعا يعني أنت تحكي مع بنت ما ماشي في الطريق كلمات تأذيها ومن تقدرش ترد عليك فهذا إشي يعني جارح أكيد يعني لازم يكون في عقوبة يعني تردع الناس اللي اللي فبعرفش بشو بالزبط يعني بس يعني لازم تكون عقوبة قاسي يعني أكيد لا شك آه طبعا أول شي حسب المكان أكيد إذا بسيارة ما بسقط لو ببقف السيارة وبنزل منها أو بجيب شرطة بجيب أي إشي هذ إذا بسيارة إذا بشارع بصراحة ما بعرفش ممكن أعمل أسرخ لا بحبش هاي الطريقة أبدا أبدا سراخ ومشكلة وألم من الناس لأ ما بحب بحلها بطريقة إنه يا بلفد انتباهني أنا انتبهت بجيب شرطة بعرف أي إشي عنه ما بتركه بحاله والمهم ما بترك هذا الإنسان بحاله يتصرف لأنه إذا أنا كنت أول واحدة أكيد رح يكون في حدا غيري أكيد طبعا مية في المية وبالعكس بحسه مرات وجود يكون جارح أكتر عقوبة تحدث عن العقوبات لا بتحدثش عن العقوبات لأنه في أشياء أكبر من هي قاعدة بتصير ما فيها إلها عقوبات راضعة كمان وهو يعني كل إشي قاعد بزيد يعني كل الأشياء السلبية في المجتمع قاعدة بتزيد لأنه ما في عقوبات راضية على كل الأخطاء اللي قاعدة بتصير طبعا أنا الفتي مش رايح أقدر أعمدها يعني بقدر أوقف بينهم يعني أحجز بس بقدرش الفتي كرب عليها أما شاب بقدر أكرب عليها زكه أبعده أساوي أي إشي يعني يعني هذا اللي بدي أسويه والله طبعا إذا شاب وثيخ طبعا بدو يغمزها أو يحكي معاها أو أي إشي يعني إحنا كدر الإمكانية بنقول له عيب هذا الحاتي ونقدر يعني نوجهه بس إذا بدوش يتوجه في شرطة بتقدر توجهه في أمن بتقدر توجهه في ناس بتقدر توجه يعني العقوبة الراضعة لأنه بدوش يحكي مع الناس يعني بدوش يفهم الناس رايح يوش الكتل تأمنوا يفلس لأنه البنية يفرض إنه إلك أخت أو إلي أخت وطالع عارم الله بتحب حدا يتغازل فيها ما بحبش طبعا واحد يجي في أختي نفس الإشي العالم مش يعني أولاد حرام البنات بنات حرام البنات بنات محترمين وبنات كويسات وولاد ناس وكلنا إلنا خوات وإلنا شسمه يعني الناس لازم تحترم بعض طبعا مش راح أكون موافق على اللي بصير وراح أدافع طبعا بقدر ما أتمكن منه أنه أدافع عنها مش راح يعني أسمع في هيك وضع يعني يعني وضع مسيء للأخلاق يعني ما عاد برضاه إنك تشوف إشي غلط قدامك يعني يعني أكيد راح تدافع عنه يعني ممكن يلقي الكلمة هيك هي تكون جارحة وممكن هذا يكون تحرج يعني مش يعني بتضرورة أن يكون أه لمس مثلا أو إشي ممكن بكلمة بكلمة تكون جارحة والله الرجوع إلى الإسلام هو أكثر أحسن شيء يعني لو في أخلاق عنا أخلاق إسلامية ما منتحرش له بنات لأنهم كلهم بناتنا دول في البلد نعم نعم يعني القانون ما بيحميها يعني بوخدوها على المغفر شوي صغير إذا إلى وسطة بيطلع يعني ما في الشيء لأنه عنها برد وسطات إحنا واللي بقوم لكلهم إلهم ضاير يعني أول إشي بحاول مثلا أتصل على الشرطة أبلغ الشرطة الجهات المختصة يعني أنا مالإش صفة رسمية أو تنفيذية أروح أتدخل مثلا أحاول لمنعه يعني بقدر أزيع أبعده مثلا أكله تحجيش إشي إذا كان تحرش لفظي بس إذا تحرش جسدي مثلا أو إذا حاول يعتد أو إشي فأنا مش مخول إني أو أوقف عن هذا الإشي لأنه فيجات تنفيذي ومختصة ومن المختصة أكيد يعني التحرش أنوا في لفظي وفي جسدي العقوب الرادعة بنظري مثلا مثلا حبس يعني مثلا الحبس المشدد تثقيف مثلا السجن مثلا دورات تثقيفية للشباب و للبنات يعني الجميع يعني برضو في نقطة مهمة مش بس البنات اللي بتعرضوا للتحرش ممكن شباب يتعرضوا للتحرش يعني بتقدر تتابع مواقع التواصل الاجتماعي و جوجل بتلاك إنه كمان الشباب بتعرضوا للتحرش ولا مرة وجهتني للمشكلة هذي بس أكيد يعني إذا شفتها راح أتصرف أكيد راح أقول للشاب يعني إذا عندك خوات ولا عندك أمك ولا أختك بتقبل عليهم هيك بس ما عمريش يعني شفت بالعكس كتير مؤدبين الناس بمشي يعني تجاهل خلاص بمشي وما بهتمش لأنه أنا بحس إنه يعني إذا صار حكي كتير تكبروا القصة تكبر قصة يعني أهلا بكم من جديد نعلق شوي على استطلاع الرأي استدلونا شو رأيك باستطلاع؟ يعني استطلاع مثير للاهتمام هناك في عدة توجهات متباينة طبعا أراء متباينة وكمان نطلع الأجيال وكمان ردود أفعالها وطريقة تعاملها مع الموضوع نفسه القاسم المشترك للكل وشوفت الأراء كلها إحنا بحاجة لتعزيز قانون يحمي لأنه يعني حتى هناك في تباين ما بين ردود الأفعال بين كل الأطراف الجامع لكل هاي الأمور هو وجود قانون يعرف مسألة التحرش اللي بتنبنى عليه كمان مسائل تتعلق بالتوعية والإرشاد في هذا الموضوع وأيضا محاسبة محاسبة وعدم تركها للأفراد يقوم مهمة بأنفسهم بالمبادرة أو بالمحاسبة للمتحرش وهاي مسألة كتير مهمة نعم طيب أستاذ عايشة قمنا بالاطلاع على مسح العنف اللي صادر عن جهاز الإحصاء المركزي للعام 2019 ما لقينا أي إحصائية للتحرش في الأماكن العامة وتواصلنا مع مدير المشروع في حينه واتفاجأنا بأنه أشار أنه بيانات نسبة التحرش كانت قليلة كتير لهيك لم يتم ذكرها في المسح لماذا برأيك كل هذا التحفظ عند النساء في الحديث عن التحرش في الأماكن العامة واللي خلاهم ما يقدروا يعملوا استطلاع وإحصاءات حول الموضوع إحنا فعليا في الحركة النقابية إننا نشطر بصدد هذا الموضوع لنا عشر سنين وأكيد الكرة كبرت يعني بجوز اليوم إحنا عنا بمرصد العنف اللي موجود بوزارة المرأة في لائحة خاصة هلأ صارت في العنف والتحرش في عالم العمل ومحضوط أسئلة إلها وهذا رح يحطنا السنة الجاي بمعلومات بهذا الاتجاه هاديش منعطي معلومات بهذا الجانب بس مهم كتير لما إحنا بنحكي عن إنه ليه النساء مش مفصحات عن العنف والتحرش لأنه بالأساس ما في بيئة حامية للنساء ومش بس موضوع إنه نوصل للعنف والتحرش لما حكى تعريف تعريف العنف والتحرش في عالم العمل على تسلوك أو تسلوك يؤدي إلى عنف والتحرش كيف يعني مثلا لما الكاميرات بتبقى باب غرف الغيارات أو بتبقى الكاميرات باب غرف الحمامات أو حتى كمان يكون الحمام تحت الدرج الشيء كمان اللي بدأ أشرع عليه أنا ممكن مثلا صاحب العمل يقول لي أنا عازمك على العشاء بالليل وأنا أرفض ما صار أي تحرش لكن هو أخذ إجراءات تعسفية باتجاه إنه ممكن خفض راتبي أو نزل مسمعي هاي اسمها إجراءات بسبب التحرش فعليا طول ما إحنا ما موجود عندنا هذا التعريف اللي موجود في منظمة العمل الدولية بإقرار الاتفاقية وأنا بعتبر لإني أنا كنت حاضرة بإقرار هاي الاتفاقية إنها اتفاقية ذات أهمية مش بس إلها علاقة ببيئة آمنة ولا إلها علاقة بحدوث العنف والتحرش في حالته كمان إلها علاقة برجوع المرأة العاملة للمكان العمل أنا كمان أغلب النساء اللي بتتعرض لعنف تخرج من موقع العمل وما بترجع له خلاص بيكون بالنسبة لإلها إذا تركت العمل أو الحال ومش مسألة الإقصاء وفعليا هذا بأثر طبعا وفعليا كمان بيتاخذ مجتمعيا أكتر ما بيتاخذ قضائيا فبتصفي الموضوع وإحنا نتعامل معاك موضوع مجتمعي وليس موضوع قضائي وقضائي حتى مسألة الإفساح عن هاي القضايا من الممكن أنها توصم الشخص وهذا كمان اللي النساء تبعد أنفسها تماما عن هاي مش بس هيك كمان إحنا فعليا نرصد محالات في الحركة النقابية لابتزاز جنسي ومش بس ابتزاز جنسي من شخص واحد من أكتر من شخص لكن كانت الإشكالية الحقيقية كيف ننقل هدول النساء من المنتهك عليها لبيئة آمنة قانونية لأنه فعليا أنا بصراحة أقول لك أنا فعلا في عالم العمل أنا بقدر أحميها بمركز الشرطة إذا توجهت وشو الأجواء اللي موجودة بمركزة إذا تحولت للقضاء شو الآلية وإذا رجعت العالم العمل مثل ما قالت لك يعني واحدة اشتكت على صاحب العمل بالتحرش ما اعتقد أنه ممكن ترجع على سوق العمل اللي يشغلها أي حدا طبعا رح تكون مثل ما أشارت وصمة عار الشي اللي بدأ أحكي عنه كمان باتفاقية 190 وأنا بجوز من الناس المتبنيينها أشارت للعنف الأسري وانعكاسه على عالم العمل قديش فيه نساء في مجتمعاتنا بتتعرض لعنف أسري بأثر إنها تغيب عن موقع العمل أو يكون أداءها نوعا ما فيه تأثير فمتاخد ضدها إجراءات تعصفية خلينا نحكي من ناحية قانونية بما أنه تطرقنا للقانون في حال تعرضت المرأة للتحرش في أماكن عام قانونيا خلينا نحكي من هي الجهة اللي ممكن أنها تلجأ إلها المرأة في هذا الموقف وإيش تعمل في حال كان المتحرش مجهولي الهوية ما بتعرف منه لأن التحرش بيصير مرات في أماكن عامة كالأسواق يعني أماكن مكتظة لا يمكن الفتاة تعرف على هذا الشخص فشو التصرف القانوني بهذه الحالة هاي إشكالية هاي إشكالية هاي إشكالية على المتحرش هاي إشكالية كبيرة حتى شفنا في دول عربية أخرى اللي بتطبق قوانين ذات علاقة بالتحرش دائما يطلب تواجد المتحرش أيضا صح إنه مين هو ضد مين الشكوى هذا أول شيء مواجهة وضوح في الشكوى وبداية لابد من التوجه لجهاز الشرطة هو الجهاز اللي بيستقبل كل الشكاوى وهو يعني جهاز مؤهل ومسؤول ويتعامل بجدية مع كل القضايا كيف بتتعامل الشرطة في حال ورود شكوى ضد المتحرش شو الإجراءات يعني الإجراءات اللي بتتبعها الشرطة مثل أي إجراءات أي شكوى تقدم لإلها بتم التقصي والتحري عن هاي الشكوى من الممكن أن تكون شكوى كيدية من الممكن أن تكون فعلية فلابد من أنه التأكد والتحقق من هاي الشكوى إذا كان فيها كل عناصر اللي من الممكن الحقها بجريمة أخرى موجودة في قانون العقوبات اللي هو قانون أردني لسنة الستين مثل ما قلتلك ما فيه بشكل مباشر تحرش فيه جرائم أخرى من الممكن أنها تلحق بمسألة التحرش بيعملوا لها التكييف وبتم تحويلها للنيابة للمتابعات ولكن هاي كلها يعطي بحاجة لمتابعة من المشتكية وعدم التنازل عن حقها في أي مرحلة من المراحل لأنه في أي حالة بتقوم بالتنازل إحنا يعني بيكون ما في متابعة لهذا الموضوع فمشان هيك إحنا دائما من منشدد على مسألة المتابعة وخصوصا في حالات اللي مثل ما حكيتي المتحرش واضح الشخصية ومعروف وكل التفاصيل الخاصة في المعروف إحنا خلينا نحكي على موضوع أصلا تقديم شكوى ضد متحرش أديش النساء في إقبال على تقديم شكوى ونساء المتعرضات للتحرش ليش بيمتنعوا أستاذ عايشة عن تقديم شكوى وهل أنتوا في اتحاد قمتوا بأي إجراءات لتشجيع النساء على التبليغ عن المتحرشين؟ أكيد إحنا فعليا نعم مثل ما أشرت لك أنه بنعمل لقاءات موسعة وعملنا أكتر من دراسة للقطاعات اللي ممكن منشك فيها أنه نسبة التحرش عالية جدا ومثل ما أشرت لك لما عملنا قطاع الزراعة بالتعاون مع مفتاح عملنا لقطاع الزراعة والخدمات بعدها عملنا لرياض الأطفال بعدها عملنا لقطاعات واضح من المؤشرات كانت في نسبة كبيرة عالية عم يمارس عليها عنف وتحرش وهي ما بتدرك لهذا الجانب هذا واحد تنين موضوع أنه تيجيكي شكوى مثل ما أشارت زميل تلونا أنه موضوع الشكوى في حالة حدوث تحرش أو حتى اعتداء لأنه إحنا بنحكي على المراحل كلها هي تعتبر قضية جنائية وليس قضية عمالية وإحنا اللي لازم نوصل إلوه هي مش بس قضية جنائية وهي كمان قضية عمالية لأنه هي في عالم العمل وفي بيئة العمل فهي إلها كمان أخذوا إجراءات معينة قانونية في قانون العمل لا تحمي النساء في عالم العمل مثل ما حمدتها بالجانب الجنائي كمواطنة لأنه فعليا الجانب الجنائي اللي بمركز الشرطة والنيابة هي حقها كمواطنة تعرضت لإعتداء تتجهل الجانب الجنائي في أمثلة تقدر التعطيلة أكيد إحنا فعليا في مواقع عمل قدرنا يعني مثل ما أشرت أنه بعض الأماكن اللي كنا مقتنعين إنه إذا تغيرت هاي الصفة مثل مثلا الكاميرات باب الغرف الغيارات الكاميرات باب الحمامات نوع من أنواع اللي من ضمن المواقع اللي رصدناها كانت في عنه في إحدى المواقع المشغلة كان ملفت للنظر إنه صاحب العمل بشغل بس المطلقات والأرامل وكان ملفت للنظر بالجانب الأكبر كان اجتماعي أكتر وكأنه هو خيري بعد سنة ونص اكتشفنا إنه الموضوع هو ابتزاز جنسي بالجانب الابتزاز الاقتصادي فعليا أنت ما رح كمان عشان أنت تقدر ترصدي هذا الجانب وتقدر تأمن حماية كمان دكاليات لقياس هاي البيئة هاي البيئة بيئة جاذبة للعنف وممكن فيها التحرش موكمان مفتشين وزارة العمل في قانون العمل ما فيه إشي يعني أنا لما أدوات قياس أو إشي نعم ومش بس هيك ما عندهم إجراءات يعني إجت واحدة آلة لهم أنا باب مكتب المدير بقى بغرفة الحمامات وكل ما بفتح الحمام أو بسكر الحمام بيبقى بيبوجه ممكن ما كان فيه إجراءات في دائرة التفتيش تاخد إجراءات ضد المدير يغير مكتبه أو يغير الكاميرا أو حتى غرف الغيارات أو أي عوارض بتشير لنا بالإطار العام إنه هذا المكان فيه عنف وتحرش الشي اللي أشرت له يعني أنا مثلا جايتني اليوم قضية شكوى عن العنف وتحرش في موقع في داخل الحكم المحلي كتبته أنت متخيلة عشان هي تقدم شكوى عن التحرش استشارت زوجها وعملات استدعاء للعائلة وناقشتهم أني أنا أبدأ أقدم شكوى أنت متخيلة قديش العملية معقدة اجتماعيا يعني فعليا إحنا ننشتغل على ثلاث أبعاد أولا الجانب الجنائي لازم يكون فيه حماية للنساء عالم العمل لازم يكون فيه قوانين ومؤسسة من مرحلة البيئة آمنة لحالة الحدوث لما بعد الحدوث لأنه بده علاج الجانب التالي اللي له علاقة بالمجتمع أنه نتعود أنه من حق المرأة تقديم الشكوى لأنه فعليا مجتمعيا فيه إشكالية حقيقية إذا المرأة تقدمت شكوى أنه ممكن تأثر على وصمها بالعائلة وأنا بعتبر اليوم الشكوى اللي جايتنا واللي ممكن نرتب لنا نحكي فيها لأنها في رام الله أنها توصل مرحلة تكتب الشكوى ويوقع عليها هي وزوجها لأنه هي عندها أبعاد بتخوفها قديش الموضوع أنا لازم لازم أشوفها بالبعد اللي لازم يتعتمد الحالة لكن هاي أبعاد مجتمعية من أن نتقبلها لأن نتجاوز مرحلة أنه يكون فيه إفصاح عن التحرش رحالة هايك عايشة على موضوع نظرية الإنكار بس بدي أسأل الأستاذ اللي هنا كمان عدم موجود تعريف محدد للتحرش يعني وما يشمله في القانون الفلسطيني بيخلق حالة توهان فشو هي السلوكيات اللي تعتبر تحرش يعني هل برأيك هذا عدم موجود تعريف الواضح بيخلق هذه الحالة طبعا وأني من إذا نقول عنها تحرش وأني ما من إذا نعتبرها تحرش وشو المطلوب في هذا الإطار يعني هذا سؤال كتير كبير وإجابته يمكن بدها جلسات كاملة مع كل الجهاد ذات العلاقة وأهمها النساء يعني أنا بظلني أطلع على موضوع التحرش بأهمية كبيرة لأنه دائما حتى بالتقرير اللي تم عرضه هناك فيه لوم ووضع الإشكالية كلياتها على النساء يمكن إذا وصلنا كمان لتعريف معين للتحرش فهم وإدراك أكبر لما هي التحرش اللي بيتعلق مش بس نحكي عن التعبيرات الغزلية وإنما أيضا ممكن أنه يكون حاد ووقح وفيه سلطة وفرض هيمنة وسيطرة على جسد النساء أو حتى على سلكياتهم امتهان بكرامتهم أيضا هذا التعريف الواضح المباشر لهذا الموضوع من الممكن كمان أنه يقلل من اللوم الاجتماعي اللي من الممكن يقع على الضحايا إحنا بنروح في المواضيع اللي لها علاقة في التحرشات وفي الاعتداءات الجنسية عادة لزيادة العبء على الضحية ويمكن مشان هيك كمان بيصير سكوت عن الإفساح بسبب اللوم الاجتماعي اللي بيقع شو كانت لابسك في طريق تصرفها ضحكت بصوت عالي كل هاي السلوكيات اللي من الممكن أنها تكون طبيعية جدا ولكن يعني بيعتبرها المتحرش كأنها مبرر لإله لأنه لا يفرض هيمنته على الشخص المقابل وعادة ما بنشوف أنه هي المسألة تتعلق بسلطة وهيمنة سواء كانت في مكان العمل لحدا إله سلطة على الأفراد أو حتى في الشارع لأنه إحنا بنعرف السلطة المطلقة بالشارع هي للذكور للرجال يعني صح كمان بالتقرير أحد اللي تمت مقابلتهم قال أنه هناك فيه أصلا أيضا رجال يتعرضوا للتحرش ولكن النسب إذا بدنا نقيسها قليلة وهذا بيتعلق في الهيمنة على الشارع نفسه طيب هون بيخلينا نروح لسؤال كمان عن نظرية الإنكار اللي هو يعني بنكر المتحرش أنه قام بفعل التحرش فهنات نسبة لا بأس فيها بالمجتمع بتنكر بالأساس كمان وجود التحرش شو رأيك في هذلك فعليا مزبط ومش بسه كمان في تعاضد رجال على هالموضوع يعني يمكن صبية تشتكي أنه في تحرش تلاقي مجموعة من الرجال المحتير في الرجل المتحرش عم بيتكاتفوا لأنه هذا خارج عن المألوف المجتمع وهناك فيه إشكالية بس أنا كمان بهمني شغلة نحكي عنها عن اللي حكتها لونا لما بيكون فيه هناك تحرش كيف نقدر نحدد إنه هذا تحرش بجوز أن لأني كنت في نظمة العمل دولية تناقش من ضمن النمازل التي تناقشت إنه فيه صبية فاتت عن موقع العمل لابسة فسطان أحمر فقام زميلها قالها إنه هذا الفسطان مثير هل هو يعتبر تحرش ولا لا يعتبر تحرش ولا يعتبر غزل فعليا وصلت في الاتفاق إنه ما ما تعتبره المرأة هو اللي يقر إذا اعتبرته هو ما ما كسر نوع من أناوع الخصوصية تبعتها أو هو مس بخصوصيتها فارتبت في كيس تأثير المرأة عليه لأنه بالأول وبالأخير هو العنف والتحرش هو تأثير الشخص المتحرش فيه مش تأثير العكس مثل ما أنت أشرت ما هو المتحرش بيعتبر بجوز حق مكتسب إله يعني في كتير مواقع من الخدمات العامة في رجال بمواقع العامة كانت حط إيده على كتف العاملة وكان بيعتبر حاله هو بيمارس سلوك عادي لكن هي كانت بتعتبر هذا السلوك ولا مش سلوك عادي أو مثلا من التصرفات يطلب المدير إنه ممكن لو سمحت الجرار اللي تحت توطي طولي للملف اللي تحت لا بالإطار العام هو تصرف عادي لكن بتعريف مفهوم التحرش لا هو ممكن يكون تحرش نوع من أنواع الإيحاءات بهذا الجانب هذا جانب الجانب الثاني اللي أنا بشوف مهمة كتير موضوع الجزاءات وموضوع الأخذ من قبل مفتشين وزارة العمل لأنه فعليا هل في حاجة ولا ما في حاجة مثل ما أشرتي أنت إنه مركز الإحصال فلسطيني قال ما في عنف وأقول لك رئيس الغرفة التجارية لما كنا في جينيف لما قرأت الاتفاق يقال ما عنا تحرش وبجرد تروحي على وزارة العمل يقول لك ما عنا تحرش وما عنا أرقام مش معنا ياريت ما عنا أرقام إنه ما بيعتبروا إنه في تحرش ومش أولوية إنه بالأساس ما في تحرش فعليا أنا بنظري بهاي المرحلة في قضايا كتير من التحرش وإحنا أقول لك عشان أنا أوصل لها يفتح هذا الملف مع وزارة العمل أنا جبت حالات مكتوبة وجبت حالات تم الاعتداء عليها وما مكتوبة وما موثقة تم الاعتداء عليها وما حلينا على هايشي وشو كانت تصرف فعليا عشان تقدري تفتحي هذا الملف إحنا فعليا في الحركة النقابية عشان كمان أنا أحكي عن إنجاز مهم ما أنا بدي أحكي عن دوركم في تحاد النقابات أول إشي فيه إضافة صغيرة كمان اللي هي مشكلة المجتمع مع اعتبار المتحرش خفيف دم لطيف اللي هو تخفيف جرمي التحرش أو مجال من النكات اللي بيسمعها أو هاي مشكلة كبيرة موضوع اجتماعي مرتبط بموروث صحيح بس أنا بدي أحكي بشغلة الاتحاد النقابات أنتوا في دوركم في توعية النساء أول إشي إذا ما هو التحرش هذه مهمة جدا وكيفية التصرف في حال التعرض للتحرش وكمان في ظلم اجتمعات الذكورية كتير بيختاروا إنهم يصمطوا من النساء لأسباب كتيرة نظرة العيب حكينا قبل شوية نظرة المجتمع اللي غالبا بتحمل المرأة إما لا لبسها إما لا أشياء كتير فبيضل الوضع على حاله وبكبر ممكن مع مرور الأيام شو دوركم إحنا فعليا نشتغل بتلت أصعدة مثل ما أشرت أنت فعليا نشتغل على المستوى اللي له علاقة بالتوعية المستوى اللي له علاقة بالرصد وإحنا عم نشوف تجارب عربية يعني لقدام شوية رح نشتغل على وجود كادر حتى أنا أحكي لك إنجاز أكتر أنا اشتغلت فيه أكتر في داخل المؤتمر إحنا بمؤتمرنا كان بشهر واحد أقرينا اتفاقية 190 في لوائح الاتحاد يعني إذا حدث عنف وتحرش ما أقول أطالب الناس برا وأنا داخل أنظمتي ولوائحي مش متبنية هاي الاتفاقية وهاي كانت الخطوة الأولى في الحركة النقابية وكانت بشهر واحد بالسنة هاي الشيء الثاني اللي له العقل مستوى التشريع مثل ما أشرت لك إحنا توجهنا وزارة العمال وفعليا ما في تعديل قانون عمل لواحد وعشرين سنة إحنا فعليا واحد وعشرين سنة أنا عملت انحراف في البوصلة إنه حولت من وزارة العمال لوزارة المرأة وشو عملت اتفاقية 190 طلبت وجهنا رسالة من الحركة النقابية لوزيرة المرأة لرئيس مجلس الوزراء بسفتها وزيرة المرأة إنه إحنا بحاجة على الأقلية لحين إقرار القانون وجود لوائح ناظمة نجمع عليها بالمجتمع والقطاع الخاص والعمال والحكومة ونقدمها لمجلس الوزراء تكون مرجع لمفتشين وزارة العمال لحين إقرار القانون لأنه فعليا واضح وبصراحة أقولك إياها سواء الحركة النقابية ولا لقدام شوي لما بدأ من ناقش القطاع الخاص لما يجي تعديل قانون العمال بتحكي 21 سنة مش رح تكون أولوية كل قضايا المرأة خايفة وين أنا خوفي إنه نوصل لمرحلة القضايا اللي بنعتبر يعني مثلا بقانون العمال الفلسطيني فيه كارثة فيه مادة مية التمييز طب لا نحطت بالتعريفات ونحطت بالجزاءات حد بيسدى إنه هاي المادة ما استخدمتش بال21 سنة ولا مرة الحاجة للمطلوب فالأصد إنه ما يحطونا بنود تجميلية وأنا ما بدي بنود تجميلية أنا بدي موقع العمل يكون بيئة آمنة من العنف ففعليا بهذا الاتجاه إحنا بنشتغل في الحركة النقابية زائد الرصد اللي أنا حكيت عنه بحالات فعليا عم نشتغل على توثيقها المرحلة الجاي رح يكون عندنا كادر متخصص لاستيلام الحالات وهينا بنشتغل مع مؤسسات الشي اللي كمان حرفنا في البوصلة إنه خرجنا من البوطقة اللي فيها الحركة النقابية لمؤسسات المجتمع المدني وهذا إلنا بجوز خمس سنين عم نشتغل عليه لأنه نصير كلنا حاملين نفس المطلب لأنه كمان في مشكلة بصراحة المؤسسات المجتمع المدني كانت تحكي عن العنف بالإطار العام وتحكي عن مساواة بالإطار العام بس ولا مرة حكت بالتخصصية لما بس ندحكي عن مساواة بدحكي عن إنصاف في الأجور بس ولا مرة كانت هذا عنوانها أنا اللي أصدته إنه اليوم عم نشتغل يعني اليوم هذا اللقاء بتوجه من طاقم شؤون المرأي فيه أولوية بهذا الاتجاه صار فيه شراكة حقيقية بين الحركة النقبية والمؤسسات لفتح مشجع للضغط طيب خلي نحكي على المطلوب قانونيا أستاذة لونا شو المطلوب من المشرع الفلسطيني للحد من التحرش في الأماكن العامة يعني إحنا بانتظار المشرع الفلسطيني وبانتظار المجلس التشريع الفلسطيني بس من هون لوقتها أنا كتير يعني معجبة بالتوجهات اللي عم تشتغل عليها الأستاذة عايشة لازم يكون هناك لوائح لازم يكون هناك تبني لموضوعة الحماية للنساء في أماكن العمل سواء كانت من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية والعمل التشاركي هو أساس وهو من الممكن أن يكون سابق لإقرار قانون وهو أهم كمان لأنه ممكن السلوكيات السلوكيات المهيئة لأي قانون تستوعب أي قانون لقدام وتحسوا أنه مسقط إسقاط وهذا اللي دايما عم نواجهه في إقرار عدد من القوانين منها حتى قانون حماية الأسرة قديش الاحتياج كتير كبير لإله ولكن هناك في مقاومة على أساس أنه مسقط على الناس فمشان هيك إحنا بنحكي عن سياسات قبول اندماج تماهي مع المفاهيم أصلا ومن ثم بحاجة لقانون قوي وقانون قوي لازم يكون صادر عن مجلس تشريعي دخل في مراحل النقاش كلياتها أخذ وقته وأخذ كل التفاصيل المتعلقة بإقرار بإقرار قانون صحي ومعنى صحي يعني هو مش القانون اللي صادر عن جهة وحدة برؤية وحدة من دون تشاركية من كل الأطر والأطراف كلياتها وكل آياتها بتصب كمان بالتعاون والمشاركة ما بين كل الجهات مع بعض يعني احنا منشوف الجهات الرسمية والجهات غير الرسمية لابد من أنه يعني يكونوا متكاملين في العمل بكل المواضيع طيب بوجهة نظرك شو المبادئ التوجيهية اللي بتعمل أو بتحد من التحرش في الأماكن العامة يعني هناك عدد من المبادئ التوجيهية اللي لازم كمان نطلع عليها اللي هي تتعلق في حتى في مواضيع الحكم المحلي وتبني المدن الصديقة للنساء اللي هي كمان تحترم المساحات العامة تحترم موجود النساء فيها احنا منحكي عن محاسبة احنا منحكي عن معايير واضحة للأمور وتعريفات واضحة للتحرش ولا التمييز في الإطار العام احنا منحكي عن مواضيع كتير كبيرة وكتير متصلة ببعضها لبعض وكلها بتصم بالضبط لتوفر بيئة آمنة للنساء في الشارع العام والفهم أساسا أنه الشارع العام والمساحات العامة هي حق لكل المواطنين يعني هي لا تتعلق في طرف هي مش ملك خاص ولا حينيز خاص بالضبط وبيسمح للطرف الآخر أنه يعني يشاركوا في هذه المساحة لا هي مساحة مشتركة للجميع للنساء للأطفال لذوي الإعاقة للكل هذه مساحة عامة لكل مواطن موجود بغض النظر عن جهته يعني طبقته كل هاي الأمور وهي التفاصيل لازم يضع لها يعني بنهاية بدي أختم معك أصدرتوا مدونة سلوك خاصة بالتحرش للحد من التحرش عارفين عليها هاي المدونة السلوك هي أخذت بعين الاعتبار اتفاقية 120 مادة وهنا بيعتبروا على مبادئ أساسية خاصة في هذا الاتفاق يوم بتحكي عن المراحل المتعددة الأولى اللي لها علاقة في بيئة آمنة الثانية في حالة حدود ثلعون في الثالثة في حالة رجوع المرأة للعمل كمان شيء الإيجابي اللي خلانا إنه هذا سمح إنه يكون فيه لجنة متخصصة في داخل الحركة النقابية وبحق للناس يتقدم شكاوي في هذا الجانب وفيه كمان علاج في حالة حدوث الشكوى كيف تتعامل اللجنة وإيش مرجعياتها للجنة لا بالبنود اللي موجودة في الاتفاقية هي بنود كتير يعني جميلة أنا بتمنى إنه نوصل لمرحلة نتبناها لكن أكيد في فلسطين نحاول عن طول البنود اللي أولوية لا تأمن بيئة عمل آمنة وهاي إشكالية حقيقية هذا جانب الجانب الثاني عم منحاول إنه هاي اللائحة اللي اشتغلنا عليها إنه نقولها على الأقلية لجزئيات من مواقع العمل وإذا كإنها نوع من أنواع النظام الداخلي نوع من أنواع الأدب داخل هاي المؤسسة بجوز الشركات الكبيرة وهذا اللي ضمن خطتنا إنه لما تقولي لها إنه أنتو بدنا نشتغل مع بعض على مدونة سلوك إنه ما يكون هي بيئة آمنة خالية من العنف والتحرش تاخد الجانب الإيجابي أنا بدأ أقول شغلة بجوز إحنا اليوم في فلسطين في إشكالية عندنا لما نناقش التفاصيل صرنا أي شيء نتعلق في المرأة يعني قانون الأسرة ما دقوا في نتائجه الإيجابية على السلم المجتمعي دقوا في تأثير سلطة المرأة على المجتمع هو هيك فأنا شو عملت في المؤتمر ما نقشت كل التفاصيل بالمؤتمر بتفاصيل حكيت بالإطار العام وحضرت الأوراق لأنه إحنا برضو وشعبنا مش كتير بيقرأ يعني مش كتير بيمسك مادة مادة بس إحنا كمان مرات كتير بطريقة مش صح كمان إحنا بحاجة إنه أنا مرات كتير لما عملنا تدريبات لدائرة المرأة كنت أقول لهم ما نروح نقول إنه فيه اعتداء لأنه مرات كتير صاحب العمل والعاملة بيخافوا إحنا بدنا نشتغل مع بعض على بيئة آمنة من العنف إنه ما يصير عنف هلأ تدريجيا وإنتي بتدخلي في هذا العالم رح تمسكي بين إيديك فيه تحرش فأنا مع إنه نشتغل على إنه يكون فيه اتفاقيات في مواقع عمل كبيرة فيها هاي اللائحة إنه يكون فيه لائحة ناظمة نشتغل مع بعض كمان مثل ما حكيت زميل تيلونا إنه فيه تكامل يعني أنا إجاتني حالة من التعرضة للتحرش أرتب مع مؤسسة المجتمع كيف تعالجها الجانب النفسي أرتب مع وزارة المرأة كيف تعالج الجانب القانوني الشي الأخير اللي أنا بدي أناقشه رجاء موضوع العنف والتحرش ولا حتى التحرش والعنف في الأسرة ككل في المجتمع ككل ويمس الأسرة وليست المرأة فقط خلينا نعالج القضايا يا قضايا مجتمعية وليست قضايا مرأة لما منحكي عن قانون الأسرة مش قضايا خربية طبعا إنه فعليا لما منناقش كل أنت بدك تأوي يعني أنا مبارح أول مبارح كان جزء موجودين من الضفة الغربية فقام قال لي كل النساء اللي بيدعوا التحرش إنه بيتبلوا الرجال وكأنه ردة فعلي أنت بدك تجيب المرأة تأويها وتدعي على الرجل هاي النمطية نخرج من بوتقتها احنا مش بحاجة لحماية المرأة فقط حماية المرأة هي حماية الأسرة وأنا كمان النقطة الأخيرة اللي بدأ أحكي عنها واللي حكيت عنها لونا موضوع حماية المرأة من ذهاب وإيابها للعمل لأنه كمان إحنا حدث الحاله إنه المواصلات في فلسطين هي بيئة آمنة ولا بيئة أجاذبة للتحرش وهذا سؤال منيح وهذا اللي بنشتغل عليه قاعدين في الحركة النقابية نعمل دراسة حتى نشوف النقل العام الفعلا للنساء العاملات لأنه ممكن تكون أحد الأسباب إنه نساء مثلا ما تشتغلش بالله لأنه وسائل النقل مش بيئة آمنة بهذا الاتجاه بدي أشكركم السيدة عيشة حموضة اتحاد عمال نقابات فلسطين أيضا الأستاذة لونة عرقات محامية ومستشارة قانونية كانت معنا لهذا اليوم شكرا لكم متابعينا ومشاهدينا في حلقة أخرى من ضد الصمت إلى اللقاء